اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة تصميم الهوية المكتبية باستخدام برنامج وورد في هذه المحاضرة رح نتعلم كيفية تصميم ورقة المخاطبات أو الكتب الرسمية طبعا هذا الموضوع مهم جدا وقليل من يشرح على هذا البرنامج في الانترنت لذلك رح نسلط الضوء عليه في هذه المحاضرة ورح نعمل تصميم متكامل للكتب الإدارية أو المخاطبات الرسمية في البداية المخاطبات الرسمية هي الكتب الصادرة من المؤسسة إلى مؤسسة أخرى أو إلى شخص ما وطبعا هذه الكتب عادة تكون بها تصميم بسيط وملفت في نفس الوقت وأيضا يحوي وسائل التواصل الخاصة بالمؤسسة عادة ما يكون حجم المخاطبات الرسمية أو ورق المخاطبات الرسمية A4 فحتى نتأكد من حجم الكتاب طبعا نجي إلى تخطيط أو تخطيط الصفحة ونجي إلى الحجم وطبعا نختار A4 ضرورة جدا نختار الحجم A4 جاي الآن راح نصنع التصميم الخاص برأس الكتاب طبعا عدنا هنا رأس الكتاب وعدنا هنا ذيل الكتاب وهنا هنا عدنا المتن ونصنع الجزء الخاص برأس الكتاب طبعا من إدراج ونضيف شكل مثلث طبعا هذا الشكل مثلا ممكن أنه ينسحب إلى اليمين وطبعا راح نقلبه بهذه الطريقة ومن تعبئة الشكل راح نختار مثلا اللون الأحمر جيد ممكن راح نصغره بهذه الطريقة وطبعا راح نخليه بهذا المكان راح نستنسخ هذا الشكل وطبعا من تعبئة الشكل بلا تعبئة ومن المخطط التفصيلي راح اختار مثلا اللون الأسود ومن الوزن راح اختار مثلا 2.2 مثلا وطبعا راح أخلي هذا الشكل بهذه الطريقة ممكن أكبره جيد ورح أخلي مثلا بهذه المنطقة ممتاز الآن ريد شكل المثلث الأحمر يكون بالأعلى فأحدد شكل المثلث الأحمر وكليك أيمن حضار إلى المقدمة جيد الآن هذا الشكل راح أستنسخه طبعا أحدده انتبه أنه قط هذا الشكل هو المحدد ورح اختار اللون مثلا أحمر ورح أخلي بهذه المنطقة بالمنتصف مثلا بهذا الشكل وأحرص على أنه هذا الشكل الأحمر يكون إحبار إلى المقدمة جيد الآن راح أحدد الشكلين معا ورح أستنسخهن ورح أغير الوزن مثلا راح أخلي واحد ونص ورح أصعدهم بالأعلى مثلا بهذه المنطقة بهذا الشكل وأحرص على أنه هذا الشكل يكون إحضار إلى المقدمة جيد راح أستنسخ هذا الشكل الأسود ورح أخلي بهذه المنطقة ورح أستنسخ الشكل الأحمر ورح أخلي بهذه المنطقة أحرص على أنه الشكل الرئيسي يكون يحضار إلى المقدمة إذا لاحظ أصبحت أدنى فالتشكيلة من الأشكال تشكيلة جميلة وأنيقة في نفس الوقت الآن راح أضيف الشعار بهذه المنطقة طبعا من إدراج صورة طبعا راح أضغط كليك أيمن التفاف الناس ورح يكون أمام الناس راح أصغر الشعار ورح أخلي الشعار بهذه المنطقة الآن راح أضيف خط هذا الخط راح يكون بهذه الطريقة ورح أختار وزن أول مرة أختار لون ورح أختار وزن مثلا هذا الوزن طبعا يصعد إلى الأعلى ممكن الوزن سميك ممكن يكون أقل سمكا مثلا واحد جيد طبعا ممكن يصعد إلى الأعلى هنا ورح أكتب بمرضع نص من إدراج يعني أحدد إدراج مربع نص طبعا رسم مربع نص ورح أكتب منصة عالم بها الاحترافي ورح أختار فونت مثلا راح يكون الفونت regular لا بأس وطبعا أحرص على أنه بلا تعبئة وبلا مخطط تفصيلي بهذه الطريقة طبعا لا بأس منصة تكون bold فقط ولا بأس الحجم يكون 12 ممتاز طبعا من إدراج مربع نص ممكن هذا مربع نص رح أستنسخه ورح أخلي بهذه المنطقة طبعا ممكن يكون بهذه الطريقة ورح أكتب إلى مثلا رئيس الشركة الاتصالات مثلا العراقية بهذه الطريقة وبهذا المكان وطبعا رح أنزل إلى الأسفل ورح أكتب هنا ميم الموضوع تعاون فني مثلا وطبعا هذه التعاون الفني رح أخليها بالمنتصف ورح أخليها مثلا تكون أسفلها خاطئ مثلا أكتب هنا باليمين مثلا السلام عليكم وأضيف النص رح أكتب مثلا نص وهمي بس مجرد كمثال شهيد هذا النص الخاص به الكتاب وطبعا لا بأس أنه نعمل كشيدة بهذه المنطقة طبعا كشيدة صغيرة وطبعا لا بأس أن يكون محاذاة إلى اليمين جيد طبعا لا بأس هنا بالأسفل نضيف مثلا مع فائق الود والتقدير وطبعا هذه الجملة تكون bold وحفظ القالب طبعا رح يكون بقالب ورقة المخاطبات وثم موافق جيد الآن رح أصنع الجزء الخاص بالهيدر طبعا رح أستنسخ هذا الشكل وطبعا رح أقلبه بالأعلى طبعا أضغط shift حتى يكون عملية الانعكاس تكون دقيقة ممكن أكبر النص طبعا نخليه بهذه المقدار الآن رح أستنسخ الشكل الأسود وأيضا رح أقلبه مع shift وطبعا رح أخلي بهذه المنطقة وأحرص على أنه الشكل الأحمر يكون بالأمام بهذه الطريقة الآن رح أضيف الشكل بهذه المنطقة مثلا رح يكون هذا الشكل طبعا رح أحدده ورح أقلبه بشكل أفقي من استدارة طبعا نختار استدارة أفقية وأيضا من استدارة رح أقلبه بشكل عمودي طبعا بهذه الطريقة تعبئة الشكل رح يكون مثلا اللون الأزرق أو الأسود لا بأس جيد وطبعا رح أضيف من إدراج رح أضيف شكل مستطيل طبعا رح يكون هذا الشكل المستطيل بهذه الطريقة أيضا رح يكون أسود بأسود بهذه الطريقة طبعا رح أحدد الشكلين كليك أيمن ورح أجمع هم بجروب مثلا ممكن بهذه الطريقة طبعا ممكن أنه هذا الشكل يكون يعني أقل حتى يوازي الخط الخاص بهذا المثلث طبعا هذا الشكل يكون أوسع بهذه هي الطريقة طبعا لا بأس أنه الشكل يكون بلون أسود أقل يعني عتمة مثلا هذا الشكل وبلا مخطط تفصيلي طبعا يصعد إلى الأعلى لا بأس بهذا الشكل طبعا في هذه المنطقة رح نضيف وسائل التواصل اختصارا للوقت رح نضيف هذه وسائل التواصل وطبعا نرجع نكمل المحاضرة طبعا بعد ما أكملنا إضافة السوشيال ميديا الخاصة بالمؤسسة لاحظ أنه أصبح عدنا ورق المراسلات بهذه الطريقة طبعا بإمكاننا فقط نغير إلى الكتاب مثلا من سنرسل هذا الكتاب ونغير عنوان الكتاب وطبعا نغير التفاصيل الخاصة بالكتاب الرسمي إذا لاحظ من الموضوع سهل جدا وأنيق في نفس الوقت أتمنى تكون هذه المحاضرة مفهومة ومفيدة نلتقيكم في محاضرة قادمة بإذنه تعالى